كانت تاني بعد ما شفنا الفيديو طبعا حضرتك يعني اتناقشت في الموضوع ده وكنت معطرد على الموضوع حضرتك بتوضحيني بقى الموضوع ايه بالزبط اولا انا بشكرك على اثارة الموضوع دوت يعني موضوع مهم جدا وموضوع خطير وهو ان في بعض الناس رفضة ان فكرة الاختلاف ليه ليه ما نختلفش ليه ما نتناقش انا هبدأ الموضوع من الاول ان هو رافض اي فكرة للحوار في بعض المتسلفين او المتأسلمين والذين يصلون الى درجة انهم الخوانة المتأسلمين مش بس السياسة يعني الناس الجامعات اللي تابع السياسة وغيرها لا ده في بعض الناس بتصل او انا اوصفها بانه هم خوانة متأسلمين بيمنعوا اولا ان احنا سياسة الاختلاف ليه نفكر بشكل مختلف ليه نخرج عن الصورة اللي هو رسمها او الصورة اللي هو توهمها عن الاسلام ومانع اي حد ان هو يفكر غيره بيصدر لنا صورة بس هي الصورة الوحيدة للاسلام بكده يعني هو من منظوره ان يدورد الكلام صح احنا لسه بنقصر للفكرة يعني تمام فالدين وبعدين بيمنعوا التفكر والتعقل مع ان في عشرات الايات اللي بتقول افلا تعقلون افلا تبصرون لا بيقولك لا الدين لا يؤخذ بالعقل ودليلهم على ذلك ان احنا بنمسح وجه الخف لا اسفله وانا يعني مثلا لو انا داخل جامعة ويعني مفروض يعني بابسح يعني الجزء الصفلي وزيادة في الدين وزيادة في احترام المسجد انه بابسح الجزء العلوي لكنهم بيدون امثلة متلبسة ان احنا لا نعمل العقل ابدا ولا نفكر والصورة اللي هو توهمها هو اللي بيصدرها لي ده اولا الاستاذة بدأت حديثها معايا وقالت ان انا ضد المرأة انا عمري بكنت ضد المرأة لكني مع حقوق المرأة ان هي تطيع زوجها وانا من اشهد المؤيدين ان يكون الضرب هو حق ما ده من ضمن المعرض يا استاذ ده ايمن حداك بتقول ندرب المرأة طبعا من تدربش الاسلام بيقننها وبيحترم معرضي ما هو ده فكرة الاسلام انا قلت ان حق الزوج انا ضد العنف ضد اي حد وضد المهانة ضد اي حد انا بقول ان انا ضد العنف ضد اي حد لكن بقول ان حق الزوج ولازم الزوج تبقى عارفة ان حق الضرب حق الضرب موجود للزوج واتمنى ان الزوج ما يستخدموش لان الزوجة ما تدفعوش ان هو يستخدم هذا الحق ده إمعانا في إيه؟ إمعانا في طاعة المرأة لزوجها عشان أنا باحترم المرأة وعارف إن هي كائن عظيم جدا أنا بقول لها لو سمحتي تيعي زوجك لكن الطاعة الملفوفة الطاعة اللي هو بيروت بيها الأستاذ عبدالله رشدي طب هو معلش ما احترمنا حداية تقوله الطاعة فهو بتشيعه جوزها ويدربها هو يسمحه إن هو تشيعه في شيء ويدربها وفي موضوع تاني يضربها أما ليه؟ أنا بقول بداية أنا بنصح السيدات بطاعة أزواجهم ده شيء إحنا مفروغ منه وبقول إن الزوج لو زوجته يعني نشزت عنه أو لم تطيق زوجها إنه من حقه إنه هو يضربها ده بتصرحاتها قبل كده ده أنا قلت كده قبل كده دلوقتي بتقول لأ أنا مع المرأة وبرشدها أنت كده بتتوير مش عالي لأ تفضل مش هنتتوير أنا بقول وبأكد إن الزوجة اللي عايزة تعيش اللي عايزة بن مجتمع كويس لازم تطيع زوجها لإن زوجها إيه هو؟ زوجها هو المدبر اللي بيتحمل النتائج اللي عنده خبرة أكتر منها المحتكب الشارع صاحب التقدير رئيس البيت فطيع زوجك وده اللي الإسلام بيقوله لكن بقى في بعض المتأسلفين أو المتأسلمين سميهم كما شئتي عايزين النهاردة يوصلوا للشهرة والترند والمال فيعملوا فتاوى أو يصدروا فتاوى محدش أصلا طلبها منهم ده أولا بيقحموا نفسهم في فتاوى تصير الشو وتصير بعض الجدل وكده